اهلا بكم مشاهدين الكرام اينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين او من خارجها في حلقة جديدة برنامجكم حال السياسة ورحب بكم ورحب بضيوفي الكرام معي في الاستوديو الاستاذ الياس زنانيري نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي في منظم التحرير الفلسطينية اهلا وسهلا فيك الاستاذ الياس معنا ايضا عبر الاقمار الاستناعية الاستاذ برهوم جرايسل باحث المختص في الشأن الاسرائيلي وايضا كاتب في صحيفة الغد الاردنية اهلا وسهلا فيك استاذ برهوم اهلا بكم ضيوفي الكرام ومشاهدين الكرام ايضا هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن المجتمع الاسرائيلي او التطورات السياسية داخل المجتمع الاسرائيلي على ضوء الحراك الذي يجري جريم بلات مبعوث الولايات المتحدة في المنطقة طبعا اليوم التقى بالرئيس ابو مازن وبالامس ايضا التقى في القدس مع الجانب الاسرائيلي وايضا مع وفد فلسطيني ايضا موضوع قناة البحرين والاتفاق الذي جرى ثم نتائج حزب الاتخابات حزب العمل ومجرياتها وتأثيرها بالاضافة الى قضايا الفساد الزميل محمد حمدان عد التقرير التالي نستمع له ثم نبدأ وإياكم وضيوفنا الكرام بمحاور الحلقة استقبل سيادة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم مبعوث الرئيس الامريكي جيسون جرينبلات بحضور القنصل الامريكي دونالد دبلوم واجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تسهم في تحقيق تقدم على صعيد العملية السلمية وأكد سيادته على الرفض الكامل للنشاطات الاستيطانية التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية وكذلك الإجراءات الاسترزازية والتحريضية كسن القوانين التي تكرس الاحتلال وتحول دون تحقيق حل الدولتين بهدف عرقلة وتخريب الجهود الامريكية الساعية لصنع السلام هذا وتوصل جرينبلات إلى اتفاق بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي بالجزء المتعلق بهما في مشروع قناة البحرين حيث توافق الجانب الفلسطيني والاسرائيلي برعاية امريكية على حصة الجانب الفلسطيني من المرحلة الاولى من مشروع التعاون الاقليمي لقناة البحرين والتي كانت مقدرة بعشرين إلى ثلاثين مليون متر مكعب سنويا من خلال نظام التحليات الاسرائيلي في البحر الابيض المتوسط وأوضحت سلطة المياه في بيان صحفي أن التوافق يأتي تمهيدا لتوقيع الاتفاقية كما ورد في مذكرة التفاهم الموقع في واشنطن في التاسع من كانون الاول لعام 2013 بين الأطراف الثلاثة المستفيدة فلسطين والأردن وإسرائيل وأكد رئيس سلطة المياه مازي نغنيم أن الحصول على حصة مائية من هذا المشروع لا يوجد له أي عكاسات على مفاوضات الحل النهائي كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع إصرارنا على تحقيق حقوقنا العادلة من كافة المصادر المائية وكانت قد تحدثت تقارير أن جريم بلانت أبلغ كبير المفاوضين الفلسطينيين صعب عرقات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قريبا عن مبادرته لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفي هذا الشأن كتبت صحيفة يدعوت أحرانوت أن جريم بلانت خلال لقائه وفتا فلسطينيا في القدس أبلغهم أن إسرائيل تعهدت أمام الأمريكيين بإبطاء وطيرة البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية خلال المفاوضات هذه التصريحات على ما يبدو أغضبت رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي عبر من خلال مكتبه عن نفيه وجود أي تعهدات بخفض وطيرة البناء في المستوطنات خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى هذه التحركات الأمريكية تزامنت مع بعض التغييرات على الساحة الإسرائيلية أبرزها انتخابات حزب العمل الإسرائيلي والتي فاز الوزير الإسرائيلي السابق آفي جاباي برئاستها بالجولة الثانية لانتخابات الحزب الداخلية إثر فوزه على منافسه عمير بيرتس وما بين نتنياهو الذي يعيش أزمة الفساد في قضية الغواصات الإسرائيلية ووزير الجيش السابق يعلون الذي عبر عن قلقه على مستقبل إسرائيل وأصفا إياها بالدولة الفاسدة في ظل حكومة نتنياهو وما بين انتخابات حزب العمل وصعود نجم جاباي وستطلع الرأي للقناة العاشرة التي أعطت حزب العمل 24 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة وأعطت حزب الليكود 29 مقعدا يبقى السؤال ما هو السيناريو القادم على الساحة الإسرائيلية وكيف سيكون أثره على الساحة الفلسطينية وعلى مجمل قضية الصراع العربي الإسرائيلي أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ مع ضيوفنا حلقة النقاش حول ما جاء في هذا التقرير أبدأ معك أستاذ إلياس زنانيري من جانب الولايات المتحدة والصفقة أيضا أو الاتفاق الذي تم حول قناة البحرين ربما هذا الشيء الملموس حتى الآن أو ما يمكن الحديث عنه في الجهد الأمريكي بين الفلسطينيين والإسرائيليين أولا عندما نقول بأن هذا الأمر قضية قديمة إسرائيل كانت أحاول دائما أن تتجاهل الطرف الفلسطيني فيها هل يمكن أن نقول بأن اللاعب الأمريكي لعب دورا في أن تتم مع إسرائيل رغم ما نفي نتنياه في قضية الإسيطان يعني في تقدير أولا أن إدارة الرئيس ترامب منذ أن تسلم الرئيس ترامب في مقاليد الحكم في عشرين من يناير كنون تاني حتى الآن اعتمدت منهجا يختلف نوعا ما عن كل ما فعلوا الرئيسات الأمريكيون السابقون بمعنى ترامب القادم من حيث لا ندري يعني ليس الرجل السياسي بمعنى رجل اقتصادي من الدرجة الأولى فازف الانتخابات فوجد قضية شائكة قضية فلسطين على الطابل ويجب التعامل معها فبالتالي أول شيء عمله هو الإنصاط والاستماع إلى الطرفين استمع إلى الفلسطينيين ولازال يستمع إلى الجانب الفلسطيني كما لازال يستمع إلى الجانب الإسرائيلي بمعنى لم يأتي بمواقف مسبقة على الرغم من كل ما أعلنه خلال الحملة الانتخابية بدليل أنه ما أعلن عنه خلال حملته الانتخابية لم يتم تنفيذ أي شيء منه لا من في موضوع نقل السفارة ولا في أي موضوع تاني هذا واحد وهذه ظاهرة إيجابية اثنين الدور الأمريكي حاليا يعني الرسالة مهمة جدا تعنون الموقف الأمريكي بعد فوز ترامب في الانتخابات كانت في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ترامب مع نتنياهو في واشنطن في ذاك المؤتمر الصحفي تحدث ترامب عن ضرورة تقديم يعني اتخذ قرارات صعبة وتنازلات من أجل تحقيق الصفقة العصر كما يسميها أو الألتمت ديل ثم نظر إلى نتنياهو وقال له بالحرف الواحد قال له يقارب مست نتنياهو يعني القصد أنه يعرف لقطها يعني المقصود أنت في القرارات الصعبة بما يعني تلقائيا أنه القرارات الصعبة فلسطينيا قد اتخذت وإحنا قرارنا الصعب الكبير اتخذ عام 88 عندما أقر المجلس الوطني فلسطيني الموافقة أو القبول بقراري مجلس الأمن الدولي 24233 بمعنى الموافقة أو التبني حل الدولتين على خط الرابع من حزران 67 وثم القرار الأصعب من بعد ذلك كان في سنة 93 في تبادل في رسائل الانتراف المتبادل حين اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية الرسائل متبادل بين الرئيس راحل لأسر عرفات ورئيس بزارة الإسرائيل الأسبق سحاق ربين اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية في حينه بحق إسرائيل في البجود في سلاء وحوى حدود آمنة إنما بالمقابل يعني للأسف لم تعترف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير وإقام الدولته وإنما اكتفت بالاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني حسب حسابات هذه الفترة كان إنجاز كبير إنما اليوم نحن نتطلع بعد 23 سنة أو 24 سنة من الاتراف المتبادل مع تنكر إسرائيل لكل ما تم الاتفاق عليه في أسلو وما بعد أسلو بدأنا نحس بيعبئ أسلو وبالتالي لابد من تحسين الأداء الفلسطيني وتم تحسين الأداء الفلسطيني بمعنى أنه أجبرت يعني حتى إسرائيل اليوم تحسين الأداء كان دولي أجبر إسرائيل حتى تتعاطي لا لا هو الأول للأداء الفلسطيني الدبلوماسي الناجح لما تغير الموقف الدولي يعني السياسة الحكيمة التي سارت عليها القيادة الفلسطينية وتحديدا منذ انتخاب الأخ رئيس أبو مازن رئيسا لدولة فلسطين حتى اليوم هو الذي أتى بقرار الأمم المتحدة في 2019-2012 الاعتراف بدولة فلسطين حتى ولو غير عضو في الأمم المتحدة بس القصد في النهاية اللي بدأوله أنه تسلسل الأمور حتى إسرائيل الحالية الحكومة الراهنة التي هي أكثر حكومة متشددة في إسرائيل عندما توقع على اتفاقية كالاتفاقية تم التوقيع عليه اليوم في موضوع البحرين هذا كلام يعني أنه في العقل الباطني الإسرائيلي دولة فلسطين حاضرة على الخريطة ليس فقط السياسية وإنما أيضا الجغرافية والبيئية وما له علاقة بالطاقة وغير الطاقة بمعنى أنه لما نحكي عن أي ترتبات أكليمية سواء في موضوع البيئة في الطاقة المتجددة في الحلول السياسية فلسطين حاضرة كدولة مستقلة تقر بها إسرائيل لإنما لا تريد أن تقر أنها تقر بوجودها يعني هذه اللعبة الإسرائيلية اللعبة نتنياو حاليا قصدك في نوع من الدنايل الإنكار الإسرائيلي للتعاطي مع القيادة الفلسطينية أو مع الجسم الفلسطيني كدولة إليك أستاذ برهوم جرائسة رغم الإنكار الإسرائيلي إلا أن هذه الصفقة تمت بعد ذلك حتى ما نبعد كثير حتى نبقى في الجهد الأمريكي وما يحاول أيضا إسرائيل يحاول نتنياو إنكاره فيما يقص شرط تخفيف البناء أو وقف البناء للنشاطات الاستيطانية اللي مكتبه خرج ببيان ينفي هذا الكلام كيف تفسر موقف نتنياو الحالي أمام إدارة مثل إدارة ترامب وشخصية ذات كاريزمة مثل كاريزمة شخصية ترامب كيف يتعامل معها كيف يمكن توصيف واقع حاله اليوم يعني في الحقيقة المسألة هي أعمق من قضية البيانات الصادرة هنا قد يكون نتنياو التزم بتخفيض وطيرة الاستيطان بدل ما يبني أربع تلاف بيت استيطاني في السنة فقد يعني يتواضع في بناء 3500 بيت استيطاني ولكن أنا باعتقاده هو الجوهر أعمق من هذا والقضية ليست تفاعل وتشاؤم ولكن سقف التوقعات المستقبل خاصة في ظل الإدارة الأمريكية وترامب هي السفر وعلينا أن ننظر إلى عاملين أحدهما أكثر أساسا وهو جوهر الحكومة الاحتلال وستبرهم بالنسبة للجانب الفلسطيني علينا أن نلتفت جيدا إلى أنا أسألك عن قراءة بن يمين نتنياهو في التعامل مع الإدارة الأمريكية بالنسبة للجانب الفلسطيني فيعني تكتيكه وستراتيجيته ماشي نسأل عن موقف نتنياهو أو استراتيجية نتنياهو في التعامل مع إدارة ترامب بالمقابل مع مكان يتعامل مثلا مع أوباما يعني أنا أولا ما اتطرقتش لأداء الجانب الفلسطيني أنا جيت أعرض إيش هو المشهد في داخل الإدارة الأمريكية وهو مطمئن جيدا جدا للحكومة الإسرائيلية يعني لو أعطتيني بس أكمل الفكرة فضلت فضلت يعني نحن الآن أمام الرئيس الرابع منذ بدء المفاوضات المباشرة من أوسلو حتى اليوم وطيلة الوقت هناك المستشارين والاتصال يعني غالبا ما يكونوا من الأمريكان اليهود ولكن هذه المرة كل مفاتيح الاتصال بين الجانبين هم من أتباع اليمين الاستيطان المتطرف في الإسرائيل إن كان جريمبلوند ولا كوشنر ولا السفير في تل أبيب وزادت عليهم كمان السفير في الأمم المتحدة هذا يقول أن في نهاية المطاف من الذي سيصب المواقف على أذن ترامب لنترك هذا جانبا لننظر إلى حكومة إسرائيل الحالية هل هناك من يمكن التفاوض معه بدءا من نتنياهو أجور هل حقا نحن أمام ضغوط أمريكية فعلية كما نتوقعها من وسيط وكأنه وسيط طبعا لا لا يوجد من تتفاوض معه في الحكومة الحالية نتنياهو هو أشد المتطرفين في حكومتي ليسوا معنيين لا بدولة ولا بكيان ولا بشيء هذا هو الواقع وهناك سلسلة من الركاز ليس فقط المشاريع الاستيطانية أيضا سلسلة القوانين التي يقرها لنفسهم قانون القومية الذي الآن الحكومة تعد مشروع قانون قومية ينفي بالمطلق وجود أي كيان غير الكيان إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية أنا باعتقد أن هذا هو الأساس ربما رئيس المساد الأسبق شفتي شفتي شفيت ينظر إلى الأمر بصورة مختلفة في وصف سيناريو القادم لإسرائيل هو بالعكس لا يراهن على ترامب نهائيا ويرى بأنه سيقود إسرائيل إلى الضيع إليك أستاذ الياس زنانيري الصورة هل هي فعلا مريحة جدا لبن يمين نتنياو في هذه المرحلة أم أنه كما بيقول أستاذ بارموم أنه هي مريحة بمعنى أنه حتى الموجودين اللي عينهم ترامب هم مريحين لإسرائيل وميالين لسياسة الحكومة الحالية ويرى بأنه فعلا لا يوجد في هذه الحكومة من يمكن التفاوض معه ربما ترامب بجهده أو بالحراك الأمور رايحة باتجاه مختلفة أو لا يستطيع أن يكون بهذا الاتجاه وحده شو رأيك؟ أنا أولا بقول بالنسبة للموقف أو تركيبة الوفد الأمريكي يعني الفلسطين لا تختار من يمثل لا من يمثل ولاة المتحدة الأمريكية ولا حتى من يمثل الإسرائيليين كل حكومة منتخبة هي التي تمثل الدولة التي تنتخبها بمعنى يعني الموقف الفلسطيني الرسمي يتعامل مع من يتم انتخابه سواء في البيت الأبيض أو في الكنيسة الإسرائيلية وفي الحكومة الإسرائيلية هذا واحد بغض النظر عن شكل الأشخاص ومواقفهم لأنه في نهاية المطاف إسرائيل عدو لابد من التوصل معه إلى اتفاق لأن الاتفاقات لا تتم بين الأصدقاء وإنما بين الأعداء والخصوم نحن في حالتنا نحن تحت الاحتلال الإسرائيلية دولة الاحتلال واجب أن تنزول هذا الاحتلال سواء ردع يعني شاءة إسرائيل أم أبهت الاحتلال مروح هذا واحد بالنسبة لتنين واضح جدا أنه نتنياهو يعيش أزمة حقيقية وهو غير مرتاح أنا ما بحكي بخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة لما كي أنا بحكي بخصوص تطور الأحداث في الداخل الإسرائيلي نتنياهو يشعر أولا أنه هناك رياح عاتية في موضوع التسوية السياسية قد لا تنسجم مع صفنه بطريقة أو بأخرى وبالتالي هو يحاول ترحيل هذه الأزمة لأنه سيكون مضطرا للاستجابة إلى استحقاق التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني بما لا ينسجم مع مواقف ورغباتهم وبالتالي هو يحاول ترحيل أي محاول أو أي فرصة للاتفاق مع الفلسطينيين من خلال البحث عن ذراع جديدة مرة كان يحكينا من زمان عن الدولة اليهودية اليوم بحامل استوانة التحريض على إسرائيل والتحريض في الكتب المدرسية في المناهج الفلسطينية وكل هذا الكلام الفارغ الذي لا يوجد أحد يسعده إذا وزارة الخارجية الأمريكية رأت دراسة قامت بها جهة محايدة لمضامين الكتب المنهج الفلسطيني ولم تعثر على أي دليل أن هناك تحريض ومع ذلك الإسرائيليين بصرون أنه عن زوال أو طهرت لا فيه تحريض عن دي الفلسطينيين وما فيه حدا ممكن يتهم وزارة الخارجية الأمريكية أنها مؤيدة للفلسطينيين وتغض الطرف عن تحريض فيما لو كان هناك تحريضا أثنين الحالة الإسرائيلية اليوم بالتحديد فيما تعلق بناتنياهو نتنياهو يدرك تماما أنه الموضوع ليس أكثر من جمعة مشمشية التطور الحاصل في القضية 3000 اللي هي بعد القضية 2000 وقضية 2000 القضية 3000 الغواصات موضوع الغواصات لما وصل التحقيق إلى حتى قائد سلاح البحرية السابق في إسرائيل وفرض عليه الإقامة الجبرية واعتقال عدد من المقربين جدا لناتنياهو في داخل مكتبه قد تقود التحقيقات إلى دور حقيقي وفعال لناتنياهو في الموضوع بشكل أو بأخر ممكن السجن اللي استقبل أولمر تطلع منه قبل جمعة ممكن استقبل نتنياهو بعد فترة وجيزة ممكن حتى ما تاخدش بقى طويل من جهة من جهة تانية المجتمع الإسرائيلي أيضا بدأ يدرك أن الحكومة الراهنة تخذ إسرائيل إلى سيناريو الدولة الواحدة وليس حل لأن الدولة الواحدة ليس حلا أبدا وأنا أصر أنه ليس حل أبدا فسيناريو الدولة الواحدة هي يعني يقتل بين هلالين الحلم الصيوني بدولة ديمقراطية وكل هذه الدباجة إياها اللي اسمع لها من الثمانية وعبنين إلى اليوم وبالتالي بدأ المجتمع الإسرائيلي يشعر بخطورة التوجه للحكومة الراهنة خاصة أنه إذا أخذنا من الأرقام الديمغرافية في المنطقة في فلسطين الانتدابية اليوم من البحر المتوسط لناهر الأردن هناك 51% أغلبية عربية فلسطينية وهناك 49% أقلية يهودية طبعا الإسرائيليين بقولوا لا الأرقام غير دقيقة باعتبار أنه غزة مش إلنا غزة هي تابعة لهن الولو مش تعب على فلسطين فبيستثنوا مليونين فلسطيني في غزة حتى تبدو صورة ديمغرافية لصالحهم إنما في نهاية مطاف لا مش لصالحهم والحل الدولتين هو في نهاية المطاف وإحنا دائما نكرر هذه النقطة في كل حواراتنا مع الإسرائيليين هو في مصلحة عليا للطرفين ليس فقط للفلسطينين إنما أيضا للإسرائيليين إحنا بالنسبة لنا قاعدين يعني الإسرائيليين بدوا يدركوا إن الفلسطينيين على الرغم كل ما جرى في المئة عام صراع المضى الفلسطيني لا زال على أرضه سواء إخوانا في الداخل إخوانا في الأرض المحتلة أو الفلسطينيين في الشتات حتى اللي في الشتات لا زال يحلمون بالعودة إلى فلسطين ودولتهم المستقلة فبالتالي لابد من وجود حل والحل الوحيد الدوبة القادة القابلة للتنفيذة وحل الدولتين هناك إسرائيليين يدركون تماما أنه هن غير رغبين في حل الدولتين وممكن يكون مش مناسب كثير لهم إنما هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ وعشان هيك العمل مع هذا الجانب الإسرائيلي ضمن هذه الرؤية إنه في نهاية مطاف لا بد من التوصل إلى حل السياسي ينهي هذا الصراع وإلا فالمعركة ستبقى سجالا بيننا وبينهم إلى يوم الدين كما يقول طيب في هذه المسألة أيضا إليك أستاذ برهوم جريسة تعقيبك على ما تفضل فيه الأستاذ اليازن نيري من جانب ومن جانب آخر فعلا قضايا الفساد التي هي أمام بن يمين نتنياهو ووصول التحقيقات إلى مراحل دقيقة تهدد بن يمين نتنياهو بعرشه إذا كان في السابق يعتبر نفسه هو الملك بالمقابل أيضا المعارضة السياسية له في إسرائيل وإن لم تختلف مواقفها في تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا أنها في الداخل أيضا تسير الشغب أمامه أيضا هل ترى في واقع بن يمين نتنياهو ما يمكن أن يخولوا ألا يقدم شيء في المقابل سواء في المسألة السياسية أو في المسألة الداخلية تجاه اتلاف الحكومة بدأت في موضوع الفساد من الواضح أن سلسلة القضايا المتورط فيها نتنياهو وفق التقارير التي نقرأها يعني لو كان رئيس حكومة آخر لكان تمت الإطاحة به منذ زمن أنا أمامنا مثال العيني واضح هو هود أولمرت الذي وجهت له اتهمات وكان في غضون ثلاث إلى أربع أشهر قد قرر الاستقالة ولاحقا اتضح أن القضيتين الوجهتها له في حينه تمت تبرئته منها ونسبت له قضية أخرى أدت إلى دخوله بالسجن أنا أقول هذا كي أربط الأمور سياسيا أمامنا مثال آخر وهو فيكتور ليبرمان الذي واجهت تحقيقات ومحاكمات امتدت إلى حوالي عشر سنوات وقيل في حينه أن القضية الفساد الأضخم وانتهت في قضية إجرائية بسيطة هامشية أنا أيضا في هذا المجال وعلى الرغم من ضخامة العنوين والتقارير والضجة في وسائل الإعلام أقترح أن لا نستعجل ونحسم مصير نتنياهو مثل هذه الضجة شهدناها في النصف الثاني من شهر كانون الأول الأخير من العام الماضي 2016 انتدادا لشهر واحد ثم هدأت الزوبعة كانت في حينه في قضيتي الهدايا الثمينة من صديقه ميلتشن وقضية المفاوضات مع صاحب دعوت أحرانوت وقبل شهرين سمعنا لأول مرة عن موضوع الغواصات والآن التضحات أنا أريد أن أقول أن هناك محركات خفية لهذه قضايا الفساد بالمجمل وألو معك أستاذ برهوم أتعى الخط لا لا أستاذ برهوم نحن نسمعك هل تسمعنا؟ أطعى الخط أه ولهذا أه ويعني بمعنى أنني لا أراهن كثيرا على استقامة الجهاز المؤسسات نعم ولكن أستاذ برهوم ألا ترى فرقاً ألا ترى فرقاً بعد إذنك بدي أقافحك على الرغم من أنني بعد إذنك بس أكمل هذه الجملة بين الغواصات موضوع الغواصات قضية كبيرة وبين موضوع الهدايا اللي كانت ربما يعني تلويح بسيط وإحنا بنربط كل الموضوع السياسي أتفق معك أنا لا أقلل من حجم ما ينشر وأنا قلت لو هذه القضية نسبت برئيس وزراء آخر مثل يهود أولمرت أو من سبقه من الذين يعني غمقوا في المفاوضات بغد النظر عن مواقفهم ولم يكونوا من اليمين المتطرف لتمت الإطاحة بهم سريعاً أنا أقول أنه علينا أن لا نركن كثيراً إلى استقامة ونزاهة جهاز النيابة والقضاء الإسرائيلي آجراً أم عاجراً نتنياون سيغيب عن المشهد السياسي والسؤال متى وأنا على قناعة أنه ليس بالفترة القصيرة جداً كما يتوقع البعض علينا الإنتظار قليلاً لنرى كيف ستتطور هذه الأمور أنا أريد أن أضيف أمر آخر يعني إذا أنا كمتابع لكل قضايا الفساد في العقدين الأخيرين يعني ما نراه في السنوات الأخيرة يعني بدون مبالغات هو نهج المافيا هناك قضايا ضخمة شهدتها إسرائيل قضايا فساد جهاز اختفى شهود إثبات منهم من توفى في ظروف غامضة منهم من يقتل في حادث طرق مبهم وإلى آخره ولهذا يعني لننتظر قليلاً كيف ستتطور الأمور أنا أعتقد أن نتنياون ما يمثل من سياسات متغلغل في كافة أروقة الحكم بالمقابل لا يواجه معارضة سياسية قوية بل هي معارضة يعني اسمية شكلية تتناغم أكثر مع اليمين خاصة بما يسمى حزب ياش عتيد يوجد مستقبل الآن سننتظر ما هي التغيرات إن كانت ستكون تغيرات في حزب العمل إذ أن الرئيس الحالي سأقول كلمة متفائلة نسبياً أنه أطلق إشارات أفضل من سابقه وأفضل ممن نفسه في الجولة الثانية لرئاسة حزب العمل طيب يعني أنت بتقول جباي أحسن من عمير بيرتس وأحسن من هورتسوك أستاذ برهوم لكن إليك أستاذ الياس دانيري في المشهد كما وصد وفيه فرق في الوقت هذا يجب أن نعيد ونكرره لأنه في فرق ما بينما أنا بتحدث وأنت بتسمعني نعتدر عن ذلك لكنه هذا أمر تقني بحث إليك أستاذ دانيري في هذه المسألة هل تتفق أولاً مع التفضل في الأستاذ برهوم جرائسة من جانب ومن جانب آخر هل تتفق مع من يقول بأنه فعلاً قضايا الفساد متى تنبش وتظهر إلى السطح فدافعها الأساسي سياسي وهناك من يحركها ومتى أيضاً يتم إخمادها يكون الدافع أيضاً سياسي وهل تستبعد أن تكون للولايات المتحدة يد طالما نتنياهو كان في عهد أوباما له يد أيضاً في التأثير على سياسة أوباما من خلال كونغرس الأمريكي هل قريبت الآية مع ترام يعني أنا المزبوط آخر شيء ممكن أتوقع أنه أخوض في متاهة الحديث في نظرية المؤامرة وكأنه يعني كل شيء بتم طبخه في شيء غرفة مغلقة سواء في واشنطن أو في أي مكان آخر ما يجري هو فيه جهاز قضائي بغض نظر عن جهاز القضائي في إسرائيل يعني هو جهاز مجحف جداً 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 بحق الفلسطينيين وبحق الأقلية القومية العربية الفلسطينية في الداخل وحتى بحق شرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي لإنما على الأقل هناك إلوصة قانونية معينة يمشي عليها الموضوع في نهاية المطاف هو هل تملك الشرطة أولاً اللي هي العملية بتجري التحقيقات وفيما بعد النيابة العامة ما يكفي من الأدلة التي يتم تقديمها للمحكمة وبالتالي بعد تقديمها للمحكمة يكون متوقعين 80 أو 90% إدانة وإلا بتمش تقديمها للأدلة صحيح أنه هناك دوافع سياسية أنا أذكر أنه أحد الأسباب يعني اللقاء كان مع رجل أعمال ترانسكي هذا المليونير اليهودي الذي قال أنه أنا في اللحظة التي تهم أنه كان يعطي مصاري كاش في الدولارات النقدية في ظرف مخطوم لأولميرت قال أنا قرارت أفسح عن موضوع الظروف المعباية بالدولارات لأولميرت لعندما سمعت أنه أولميرت عنده استعداد ينسح بمرتفعات الجيلان مقابل سلام شامل مع سوريا كان واضح جداً أنه هذا الدافع السياسي حتى يحرق أولميرت وحركوا في نهاية المطاف ونحبس الزلمة بالنسبة لناتنياهو اليوم إسرائيل منظومة يعني إذا نفد من الملف الأول والملف الثاني للهدايا ومش هدايا كلها الأمور في الموضوع التالت هو موضوع يتعلق بالأمن الاستراتيجي لإسرائيل وطريقة التلاعب في موضوع شراء الغواصات من أمانيا وتلاعب حتى باتخاذ القرارات يعني وزير الدفاع الأسبق السابق هذا موشي يعلون قال أنا لم أوافق على الصدقة وبعدين تمت يعني حتى في ظل معارضة وزير الدفاع تم العمل مع الألمان مباشرة إنما هذه قضية شائكة جدا خلينا نرجع لموضوع الأساسي أنا بحكي تأثير ذلك على السياسة تأثير ذلك على السياسة مثلا ممكن نلاقيه بكل مجالات يعني إذا حزب العمل اليوم وهذا مهم جدا لأنه لا يكفي فقط حجم الأخطاء التي يرتكبها نتنياو إنما أيضا يجب أن نضع في الميزان في الكفة الميزان الأخرى حجم الإيجابيات أو الخطوات الإيجابية التي ممكن أن تقوم بها المعارضة اليوم في إسرائيل حتى تيجي تحل محل نتنياو ومستقبلها من هون العنوان الأساسي للمعارضة هو حزب العمل أو المعسكر الصهيوني بعد تلافه مع سيفي لغم ما يجر في حزب العمل اليوم مهم مهم لأنه يعني بدأوا يدركوا في حزب العمل إنه لابد من التقدم خطوة أو خطوطين إلى الأمام بدل ما الحزب عم بينهار عاما بعد عام اللي صار في الانتخابات واضح إنه أعضاء حزب العمل لم يصوتوا إلى مرشحهم الأفضل اللي صالح مرشحهم الأفضل اللي بيعرفوه على مدار سنوات طويلة جدا إنما الاعتبار الأساسي كان بالنسبة لهم هو من يملك أن يجند عددا أكبر من الإسرائيليين في الانتخابات القادمة يعني من سيقول حزب العمل اليوم كان الخيار بين عمير بيرتس اليساري المحروق بين هلالين لأنه ننساش أنه كان من أوائل الإسرائيليين الذي نادى بحل الدولتين وبدولة فلسطينية مستقلة في أولي الثمانينات وعلى أثرها خاض انتخابات بلدية زدروت المتاخنة للحدود مع قطاع غزة وفاز بالانتخابات وكان يعني يعتبر سياسيا يساري وكان واقتصاديا اشتراكي على الآخر وهذا لا ينسج من اليوم مع منظور الحزب العمل اللي بيحاول نفس اليمين وينافس نتنياهو حتى على مقاهد ياشعتيد بدليل أنه لستطلاع لقيره قالوا أنه في الانتخابات القادمة ياشعتيد راح تنزل وراح يرتفع شوي حزب العمل فبالتالي هون يعني هكذا يجب قراءة ما يجي داخل حزب العمل احنا أوردنا ذلك بالتقرير أستاذ الياس زنانيري وكنت بتمنى أنه ما نروحش كثير بال يعني بالتعقيب والاعتراض لكن خليني معك خليني أعود لهذه النقطة كما وردت في تقريرنا أستاذ برهوم جرائسة هل فعلا تتفق أولا مع الأستاذ الياس زنانيري في هذه القضية أنه التعويل على أن تحسن المعارضة الإسرائيلية وتحديدا حزب العمل من حضوضه في الانتخابات القادمة ويمكن أن يغير من سيناريوهات ووجهات حكومة الإسرائيلية في القادم ولا بتلاقيش اختلاف كبير بين حزب العمل بجوز لأنه احنا منظرنا كله بينصب في العملية السياسية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكن في المواقف والفعل هل تعتقد بتغيير ما يعني هي القضية مش قضية التفاعل وتشاؤم وإنما المطلوب مننا هو رسم الصورة الواقعية مش عشان يعني نحبط ونقود عجل ومبلش نندب وإنما كي يكون أدائنا أكثر نجاعة ونواجه ما يواجهنا بصدقه حزب العمل في شهر واحد في 14.1.2016 عمل على تغيير برنامجه السياسي كان برنامجه السياسي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية هو شبيه بخطة بيل كلينتون رغم كل ما تحمله من نواقص بمنظور فلسطيني ولكن في منتصف شهر واحد 2016 صادق على توجهات يتحك هيرتسوغ اللي أعلنها شهر قبل ذلك عمليا أسقط موضوع الدولة الفلسطينية أجلها إلى أجر غير مسمى يحول المدن الفلسطينية والقرى الحواليها لكنتونات مغلقة وإذا ما أثبت الفلسطينيون حسن سلوك عن جناب حضرته فسعتها تبدأ مفاوضات والله أعلم متى تنتهي هذا البرنامج كان يطرح الليكود في سنوات التسعين الآن أنا في البداية قلت أن لديه أفغابايت توجهات إيجابية وأنا أدعو المشاهدين حينما أقول كلمة إيجابية عن جانب الإسرائيلي الأمور نسبية وما خطابه ليلة الفوز عمليا ينقض هذا البرنامج ويعيد الحزب إلى مخطط بيلي كلينتون مع التغييرات هنا وهناك وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لعمير بيرتس يعني عمير بيرتس صحيح أنه في بداياته مع توجهات سلمية من منطلقات ما يسمى باليسار الصهير ولكن لا ننسى أنه في 2006 قبل بعدم نيله حقيبة المالية وتولى حقيبة الحرب وكانت من إنجازاتي حرب طاحنة على غزة وعلى لبنان بمعنى أنه هاي الناس بنحطش بالجيبة ويعني نتعامل معها بشكل محدود الآن حزب العمل ركض نحو قباي بأمرين هو بحث أيضا عن وجه جديد غير تقليدي لربما ينقذ الحزب من ورطته استطلاع القناة الثانية هو أكثر صدقا من استطلاع القناة العاشرة في القناة العاشرة واضح خلل غير منطقي في نتائجه ولكن هذا استطلاع فوري علينا أن ننتظر كيف تتطور الأمور ولكن السؤال المركز هو ليس ما يحصل عليه حزب العمل في الانتخابات وإنما هي قدرة على تشكيل الحكومة إذا نظرنا إلى باقي الأحزاب التي تدور في فلك السلطة والمرشعة للدخول إلى الحكومة فإن الكفة تميل فورا لليمين الإسرائيلي ولهذا فإنه حتى ولو حافظ حزب العمل على قوته أو زاد قليلا أو تراجع بشكل طفيف وبقي في الصدارة إلا أن فرصه لتشكيل الحكومة القادمة هي ليست ضعيفة وإنما معدومة معدومة هذا قطع صعب أستاذ برهوم إليك أستاذ إلياس زنانيري ربما بعض الأراء تختلف شو ساوي هذا الموجود أستاذ إلياس هل فعلا الصورة قد قاتمة بالنسبة ل أولا أنا لا يمكن التعامل مع أي مسؤول إسرائيلي فقط استنادا إلى ما كان في السابق يعني إسحاق ربين كان رئيس أركان حرب سرعة ستين رئيس أركان الاحتلال عمليا كان وزير الدفاع في الانتفاضة الأولى وكان مسؤول عن تحطيم عظام الفلسطينيين وأوامره ومع ذلك تحول بقدرة قادر لموقع على الاتفاق إلى شريك في سلام الشجعان بمعنى أنه كل إسرائيلي آجر فينا بما يكفي وصل موقع متقدم في السلطة وكان لابد من انتخاذ قرار واتخذ قرار في التواصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بالتالي كان سواء كان عمير بيرتس أو غيره الموضوع اليوم حتى حزب العمل اليوم بعد الانتخابات التمذية التي جرت في الحزب هو ليس حزب العمل الذي أشار إليه الأخبرهم قبل لاحظات في 2016 لأنه برنامج حزب العمل عند سحاء هيرتسوك نوع شيء وحزب العمل اليوم ضمن المنظومة الجديدة والتركيبة الجديدة شيء آخر أنا بحاول داما أطلع على نقاط الضوء الخفيفة جدا اللي بتصدر من داخل المجتمع الإسرائيلي وأبني عليها وإلا بتقدر تقول لهم فيش مجال لتتعامل بأي شيء وأعلان الحرب المقدسة فقط عشان أوضح الأمور في خطاب الفوز هذا اللي ألقاه جباي في جملة مهمة حكاها وهو يحاول التشبه برابين بالمناسبة وقال إنه سننظر من الآن فصاعدا إلى ديمونا وليس فقط إلى عمونا وكانت الرسالة يعني التلاعب بالكلمات الهدف منها أنه توجيه رسالة للإسرائيليين أنه الحزب سيعيد الاعتبار إلى سياسة رابين في 92 بعد أن انتخب رئيساً للمزراء لما أعاد هيكلية الجدول أو الأولويات في إسرائيل وقال أنه الأموال كلها اللي بنهدرها على بناء المستوطنات يجب أن يتم تحويلها إلى داخل إسرائيل وبدأت عملية شق الطرق والجسور لها هذا واحد اثنين جباي مختنع تماماً أنا أدرك يعني إحنا عندنا اتصالات ومنفهم ومنقرأ ومنحكي مع كثير جباي من أنصار المنطق الإسرائيلي بس مش اللي بعبر عنه نتنياهو في الحل الإقليمي بمعنى حل الإقليم مؤنسوا الفلسطينيين هو من أنصار الحل الإقليمي الذي يستند إلى قيام دولة فلسطين ويعتبر قيام دولة فلسطين مدخل للحل الإقليمي مع المنطقة العربية الموقف الفلسطيني أصلاً متقدم أكثر بمعنى يعرض سلاماً عربياً وإسلامياً مع إسرائيل مقابل الاعتراف بدولة فلسطين اللي هي ما كما ورد في مدارة السلام العربية من جهة تاني الرجل الثاني في الحزب اليوم اللي هو عمير بيرتس أوضح قبل ثالث سنوات في مؤتمرها آرتس خطته للحل التي هي أيضاً قريبة من حل الدولتين وقدم خطوات عملية إذن ما يمكن أن يتم اليوم يعني إذا وضعت قوى بيرتس وقباي مع بعض واشتغلوا بطريقة مناسبة وطرحوا برنامج سياسي كان من المفروض أن يطرحه هيرتسوك بعد أن اتفق مع جهات فلسطينية حول تفاصيل هذا المشروع إنما في اللحظة الأخيرة خشية أن يخسر الانتخابات لأنه قيل الله أنه مجتمع الإسرائيلي لن يوافق على أي حل سياسي اليوم وبالتالي حاول يكون يميني أكثر من نتنياهو هاي القيادة الجديدة اليوم في حزب العمل نأمل أنه ما تكونش يعني لا تشعر بالجبن اللي شعه في هيرتسوك قبل الانتخابات الأخيرة وأنه من هون لحد الانتخابات القادمة اللي يرجح يعني يفترض أن تكون في عام في واخر 2019 إنما هناك أيضا مؤشرات ممكن تكون بمصف 2018 ومن هون لنصف 2018 يخلقوا لما لا تعلمون هناك متغيرات كثيرة بداخل الإسرائيل ورب ما بإعلاق طب من ضمن هاي المتغيرات خليني أبقى معك أستاذ الياس زنانيري قرأت مقالة للدكتور جي أحمد جميل عزم في صحيفة الغد الأردنية تحت عنوان ماذا يحدث بين اليهود واليهوية تحدث فيها عن عزوف اليهود الولايات المتحدة وأوروبا عن دعم إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية وعزوفهم عن الاستثمار فيها مثل أحد رجال الأعمال اللي كان يستثمر كل أسبوعين مرتين أسبوعيا في إسرائيل اللي هو خصوصا الأمريكيين طبعا فشر سحاق لكي اللي بيقول أنه عاد لتراجع عن هذا المطلب وكذلك الحال الداعمي بيقارن حتى بإسرائيل الصيونية منذ أن أقيمت وحالها اليوم في مقارنة الدعم أو العقلية الحاكمة اليوم لا تعطي اعتبارا ليهود الخارج كما كان في السابق وأن اليوم الليبرالية الصهيونية في تراجع وأمامها التطرف المتغطرس في الحكومة الحالية هو الطاغي واللي هو ممكن بيقول هو مش مؤشر لخسارة إسرائيل لكنه محطة مهمة يجب النظر فيها على أن هذه الخلافات ربما تكون لها تأثير على توجهات إسرائيل في قادم الأيام هل تتفق؟ يهود الأمريكا أو يهود أمريكا بالأساس لأنه هن الحجم الأكبر من التأييد اليهودي العالمي لإسرائيل في بدايات الدولة في العقود الثلاثة أو الأربعة الأولى من نهاية الدولة كانوا بشكل العمود الفقري من حيث الدعم الوجداني والمالي والسياسي وكل شيء والشكر لنتنياهو ما الشكر موصول لنتنياهو حكومته التشدد في المواقف السياسية وكل شيء آخر وليس فقط في المواقف السياسية والمصورية أيضا قاد عدد لا بأس به من يهود الملاد المتحدة بالتحديد إلى أن يعيدوا نظر في علاقتهم مع إسرائيل خاصة أنه لما صار في مسؤولين إسرائيلين في خلال اليومين الأخيرة نسمعنا أكثر متصريح وليس متزكين بالزطنين أنه لم نعد بحاجة إلى مال يهود أمريكا إسرائيل اليوم دورة اقتصادية قوية هذا اللي مشير له الدكتور أحمد جيد العزم عمليا هناك صار اليوم عاد نتنياهو الاعتبار بين هلالين للخلاف حول من هو اليهودي ومن هو اليهودي على صح وبالتالي بريحنا إحنا كمان من عبئ الاعتراف بيهودية الدولة إحنا نقلاشنا مع الإسرائيلين تقولوا يهودية الدولة طب ما أنتم عندكم خلافات داخل إسرائيل من هو اليهودي نزبوط ومين لا ومين بيمشى على حسب الريفورمرز ولا حسب المتدينين المتشددين هذول الحردين فبالتالي يعني كثير من الأمور الحكومة الإسرائيلية نتنياهو مش مخليه له صاحب باختصار وهذا صالحنا هاي بتفتت يعني المجتمع الإسرائيلي في الداخل مولع بينهم هلأ في موضوع حتى الصلاة في حائط البراح وجسأة وعلاقاتهم مع يهود الأمريكان علاقاتهم مع يهود أمريكان يعني اليوم نتنياهو أو خلال السنة الماضية الوحيدين اللي حاول يستطيب خاطرهم كان يهود فرنسا وليش؟ لأنه أجرت عمليات إرهابية في فرنسا فاعتبرها نتنياهو مدعا أنه وجه الدعوة إلى يهود فرنسا يتركوا ويجيوا وبردو ما ردوش عليه وبردو ما ردوش عليه يعني نتنياهو اليوم يتصرف كالفيل في حانوت الزجاج والشغلات الرخمية والتحف وبالتالي كما يمشي يرفس ويكسر وهذا رصالحنا ورصالح الناس اللي عقلها في إسرائيل فتصور يعني أنا بدي أكون شوي متفاعل بدي أختلف مع برهوم طيب لا بد من التفاعل إلا الواحد يستثم كلها خليني أسأل فيها لأستاذ برهوم بالضبط أنه في أمور أستاذ برهوم تحتاج إلى أمد طويل حتى تتفاعل وتتبلور وتتضح ومنها يعني هذا اللي كان يتحدث فيه الأستاذ اليازة نانير الآن ومقال دكتور أحمد جميل عزم من جانب وحتى لما من ندخل بين اليهودي الشرقي والغربي أيضا ينظر إلى الشرقي بمنظور آخر ربما عمير بيرتس كان ضحية ذلك في انتخابات حزب العمل إلى جانب اعتبارات أخرى القوانين أيضا اللي بيحاول اليمين المتطرف نفتالي بينت وغيره وفرضها أو زي قانون القومية في الكنيسة والذي أيضا يتمهر فيه نتنياهو أيضا إشارة هل تتفق يعني بداية أنا مضطر أرد على الأستاذ الياز زينانير أنا باعتقاد أنه للأسف ما خدش الفرصة أنه أعبر كما يجب عن الوضع المسألة ليس نقاط تفائل ونقاط تشاؤم وإنما وضع الصورة الحقيقية الكاملة وأنا أعيد وأكرر السؤال ليس حجم هذا الحزب وإنما فرصه بتشكيل الحكومة مع باقي المركبات أنا يعني سأوجه السؤال مجددا للأستاذ إلياس زينانير كيف سيشكل حكومة حزب العمل القادمة حتى لو حصل 30 مقعدا هذا واحد ثانيا بالنسبة لليهود الشرقيين والغربيين يجب الإشارة إلى أنه من خسر الانتخابات عمير بيرت الشرقي لصالح الشرقي والمغربي أفيقاباي كلهما من نفس الأصل وإذن هنا حكاية الشرقيين والغربيين سهل ما يتعلق في الصدام مع الأمريكان اليهود هو صدام يعني قضية اليهود الشرقيين والغربيين بالأساس موجودة أكتر في المجتمع المتديين متزمتين الآن تتلاشى الأمور أنا في صدد كتابة شيء عن هذا الموضوع لاحقا مع معطيات ولكن ما رأيناه من الصدام مع الأمريكان اليهود هو انعكاس للصدام الحتمي بين جمهور المتديينين خاصة المتديين المتزمتين والجمهور العلماني يعني كل الحكومات وبما في ذلك نتنياهو قبل أسبوعين يعني يبدلون جهدا لدحرجة هذه الأزمات وتأجيرها ولكن في نهاية المطاف ستتفجر الأزمة الكبرى التي تشعر بها الصهيونية هو هذا الصدام بالذات مع تزايد نسب المتديينين في داخل الجمهور اليهودي الإسرائيل وسطوة المتديينين إن كان المتزمتين الحردين أو المتديينين من الصهيونة على مقاليد الحكم وبالتالي دحر الجمهور العلماني جانبا وهناك بحث واضح جدا في العام 2010 في جامعة حيفا يعني قادو العنصر الأرنون صفير يتوقع أنه في مرحلة لاحق ستشهد إسرائيل موجات هجرة كبرى من العلمانيين لتعود إلى أوطانها الأصلية نعم أنا أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ برهوم جريس البحث المختص في الشأن الإسرائيلي وطبعا أيضا كاتب في صحيفة الغد الأردنية شرفتني شكري الجزير لك دارك أن وقت الأقمار أعود إليك أستاذ الياس زنانيري في آخر دقيقتين للأسف حول ما تفضل فيه من جانب ومن جانب آخر يعني ما يواجهه من يميننا تانياه في وضع الداخلي وتأثيره على سير وتوجه الحكومة إذا صمدت وإمكانية أن تصمد في المقابل أيضا لعب إسرائيل على أوتارنا أو خلافاتنا الداخلية أيضا ومحاولة تأجيجها واستثمارها حتى في توجيه الدفع في عملية السلام يعني إسرائيل لا تخفي أبدا محاولاتها ب إشغال الفلسطينيين قدر الإمكان بأي قضية داخلية فبالتالي بالنسبة لنا تريد أنه بالتحديد أنه أي موضوع جانبي فلسطيني ممكن يطرق هنا أو هنا وفي كثير قضايا فلسطينية شائكة وغير شائكة بالنسبة لناتنياهو ويعتبرها مدخل من أجل ترحيل أي اتفاق سياسي أو البحث عن الأمن لأنه طالما أنه الفلسطينيين مشغولين في قضاياهم الخاصة إذن بتم ترحيل اللحظة الحقيقة اللحظة الحقيقة التي يجب أن يواجه فيها نتنياهو مصير المنطقة سواء بحل أو بحل سواء بسلام أو بحرب بسمرار احتلال أو باستقلال واعتراف بدورة فلسطين من هون يعني وفي كثير أمثلة باختصار شديد لأنه في آخر ديئة يعني فيه شوكة كبيرة في الحلقة الإسرائيلية هاي اسمها بمازن باختصار ومشكلة الإسرائيليين التعاملهم مع قيادة حكيمة زي القيادة الفلسطينية الحالية بتشكل عبئة حقيقة على نتنياهو لأنه كان ممكن أي خطأ فلسطيني أنه يستفيد منه نتنياهو ويسوق سياسته إنما حتى الآن مش قادر يمسك خطأ واحد اللي يبني عليه يقول ها شفتوا الفلسطينيين غير شوركاوي ثلاثة رباعة المجتمع الإسرائيلي يدركون أن غياب الشريك هو على الجانب الإسرائيلي وليس على الجانب الفلسطيني يدركون أن الشريك الفلسطيني موجود إنما النقطة الجوهرية التي يجب أن يتعامل معها المجتمع الإسرائيلي اليوم ونحن يجب أن نساعدهم في ذلك هي عملية توظيف نتنياهو لعنصر الخوف والترهيب والتهديد وأنه بخوف الإسرائيلي من كل ما له علاقة بالفلسطينيين وبالاتفاق مع الفلسطينيين وهدول يعني قالوها مرة أنه إسرائيل الفيلا وسط غابة من الوحوش إحنا طلعنا واحدة ديمقراطية كنت شايفة لا لا واحدة ديمقراطية من زمان بعدين تحولت إلى فيلا وسط غابة من الوحوش إحنا لا وحوش ولا إش إحنا شعب ينادي بحريته وباستقلاله نقطة أول السطر أنا أشكرك جزيلا شكرا أستاذ الياس زنان نيريا أيضا نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية شرفتني شكرا جزيلا لك شكرا لك أيضا طبعا شكر موصول لمن كماعي من الناصرة الأستاذ برهوم براء جريس الباحث المختص في شأن الإسرائيلي وكتب عن كاتب في صحيفة الغد الأردنية مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم حال السياسة حتى نلقاكم يوم الأحد هذه تحياتي أميرة حنانية ومنطقة من البرنامج دائما ألف تحية دم دم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة